سابري معاك هكيدا كابتن ايمن حسام حسن تنالوا كل التوفيق بنقولوا ألف مبروك حسام اللحظات اللي بتنزل في حسام بيكون في فرق وبتكون في روح وبنشوف جل الضغط وبنشوف الشخصية الفرصة بتيجي والتوفيق بتاع ربنا بتنتظره ببارك لكم ببارك لكل العيب تنالي الاهلي ولسه مستنيه منكم كتير كمان يا حسام والله في البداية حابب أشكركم وحابب أشكر ربنا على المكسب دوت لأنه جي في وقت قويس جدا يفرق معانا معنويا دي بداية موسم فلازم ندخل الموسم ببداية قوية لأن الموسم اللي فاته احنا لازم نتعلمنا منه كتير لأن احنا دخلنا وبدأنا كويس وفي النهاية خسرنا البطولات اللي احنا شاركنا فيها لا احنا ان شاء الله مركزين والنهاردة حابب أشكر اللعيبة وأشكر الجهاز الفني كل اللعيبة الصراحة بره وجوه كلنا على قلب الرجل واحد الأهم المكسب لأن احنا تعلمنا من الموسم اللي فات اللي إحنا البطولة الأهم ولازم نفرح الجمهور إن شاء الله السنة دي وتبقى بداية خير ليه وإن شاء الله ولينا دور الجمهور رغم قلة عدده أكيد بيبقى ليه تأثير جمهور الأهلي موجود في كل مكان شفت الجمهور إزاي هتافه نادو عليكه إزاي قبل المش ده وفعكوا أكيد تغيرت بشكل كبير بالنسبة حدور الجمهور طبعا طبعا جمهور الأهلي في أي مكان يعني إحنا بنلاقي منه مساندة وبعض الأحيان لازم يجعلنا شوية عشان هو عاوزنا نبقى دايما كويسين وعاوزنا نطلع أقصى حاجة لا إحنا بنحترم جمهور النادي الأهلي كل واحد هو مقدر وعارف اللعبة وعارف مستواهم فلما بيجعلنا بيبقى جاء عشان مصلحتنا ومصلحة النادي فلا إحنا بنشكرهم دايما لأنهم دايما في ظهرنا وإن شاء الله يا رب تبقى بداية خير لينا ونقدر نسعدهم في النهاية إن شاء الله حبيبي 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 بنشكر أكيد ومنبرد كل فريق النادي الأهلي